مرحبا اتمنى تكونوا بخير في بيديو اليوم سنحضر وصفة متهدة للتخلص مناء الدوالي والاوردة العنكبوتية وصفة فعالة جدا خلال عشرة ايام فقط تخلصون مناء الدوالي سنحتاج لثلاث عروش من اكليل الجبل او الروز ميري وسنحتاج لوعاء زجاجة ثم نقوم بازالة الاوراق ووضحها في القارورة عشبة اكليل الجبل رائعة جدا للتخلص مناء الدوالي فهي تعمل على تحفيز الدورة الدموية كما وتساعد في تخليص الاوعية الدموية من الترصبات العالقة بها والتي تمنع جريان الدم بطريقة طبيعية ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزعتر سنضيف ايضا اوراق الرند سنقوم اولا بتكسيرها سأضيف سبع اوراق من ورق الرند او ورق الغار ثم سأضيف اليها زيت الزيتون يعني نضيف الكمية التي ستغمرها بالكامل ناخد كسرولة ونضع فيها منديل ثم نضع القارورة في الوسط ثم نضع الماء حتى يصل للنصف ثم نضع الكل على النار بعد ان يخلي الماء سنترك كل المكونات لمدة 30 دقيقة حتى نستخرج كل المكونات الفحالة في كل من اكليل الجبل ورق الغار والزعتر بعد انغلت المكونات نرفحها من على النار ونخرج الوعاء الزجاجي ثم نقوم بتحريك الكل ونقوم باغلاق القارورة ثم نقوم بلفها في منديل حتى لا يدخل اليها الطوء ونحتفظ بها في خزانة المطبخ لمدة عشرة ايام كاملة نقوم باستخراجها كل يوم ونقوم بفتحها وتحريكها كل يوم حتى نخرج الهواء المتجمع فيها ونقوم بتحريك المكونات حتى نستخرج كل المواد الفعالة فيها نقوم بهذه العملية لمدة عشرة ايام متتالية بعد عشرة ايام سيصبح هذا الزجاج جاهز لاستعمالها على الدوالي نأخذ القليل من هذا الزيت ونقوم بوضعه على مكان الدوالي ثم نقوم بعمل حركات دائرية يعني تدليل خفيف لمنطقة الدوالي من دقيقتين الى خمس دقائق على المنطقة المصابة بالدوالي يعني سندهن هذا الزيت حتى يتشربه الجلد بالكامل لكن بلطف نقوم بذلك يوميا قبل الخلود للنوم يمكنكم تركه على البشرة فالزيت ستشربه البشرة بالكامل إذا لا داعي لغسله في اليوم الموالي يمكنكم تنظيف البكان خلال عشرة ايام ستتخلصون من الدوالي نهائيا ستشعرون بتحسن كبير جدا وستلاحظون تراجع الدوالي واختفاءها شيئا فشيئا داوموا على الخلطة لمدة عشرة ايام وستلاحظون الفرق بأنفسكم النتيجة مذهلة جدا جدا شكرا على المشاهدة